يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بيترسبرغ بروسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الافريقية الروسية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الافريقية الروسية تم تتشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي حيث عقدت دورتها الأولى في مدينة سوتشي الروسية تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الافريقية وروسيا بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة أخذ في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختمي وأضاف المتحدث أنه سيحقد على غامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنسانية وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضا لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي بلاديمير بوتين لبحث سبول تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة وذلك في إطار روابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة تشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر